سالي فقرتنا التالية لليوم كتير مهمة وبتحمل أسئلة واستفسارات كتير العالم كتير من العالم فرح نحكي أكيد أنه ما في شك سالي أنه ظاهرة الجريمة والمخالفة تعد من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد الكيان البشري في أمنه واستقراره بل وفي حياته صحيح فرح وانطلاقا من هذه الخطورة وجد علماء النفس وأيضا القانونيين أنه هذا الموضوع هو محط اهتمام الكثير من الأشخاص لا يعرفوا شو طبيعة المجرم شو هي الطبيعة الإجامية هل هي ناتجة عن عامل نفسي أو هي بتولد مع الإنسان مثل ما رح نحكي اليوم بحسب نظريات ممكن هلأ نحنا يستغربها تستغربوا مشاهدينا ولكن هي نظريات موجودة وبصفاتها وبتفاصيلها هنحكي أكتر عن هالشي مع الأستاذ المحكم القانوني فوزي السعدي سعد صباحك سعد صباحكم وبيشرفني كتير كون معاكم على الإخبار السورية سعد صباحكم أهلا وسهلا فيك سعد صباحكم نحن نحكي من الصبح نحن عن عالم الجريمة بدنا شوي نحن نخفف من هذا المفهوم خلينا نحن نفهمه بطريقة صح لحتى يكون عنا علم ودراية أكتر علم الجريمة كيف بلش هذا العلم وليش نحن عم نهتم فيه بداية برجع الاهتمام بعلم الجريمة بداية الاهتمام فيه كانت بالقرن الثامن عشر نظرا لزيادة الجرائم بهذاك الوقت وصارت ظاهرة واسعة الانتشار يعني مما أدى أنه فين أولى بالفصحة إثقال كهل المجتمعات يعني صاروا يعانوا من الجريمة بشكل كبير جدا فانتشر القتل، النشل، الاختصاب، قطع الطرقات فتوجه علماء القانون وعلماء النفس للبحث في هذه الظاهرة مشان يشوفوا شو هو الحافز أو السبب اللي يخلي الشخص يجرم أو يرتكب الجريمة فبرز عدة علماء كان أبرزهم العالم الإيطالي لومبروزو اللي كان هو واضع حجر الأساس بالعلوم الجنائية أنا ليش حكيت عن لومبروزو؟ كونه هو أكثر عالم استفاد واعتمد منهج علمي وتجريبي نعم يعني مثلاً ممكن تستغربوا نبش مقابر بعض المجرمين صحيح وحل العظم تماماً صار يعمل قياسات لحجم الجمجمة، حجم العظام، تكوين الجسماني تبعهم نعم وعمل دراسة على المجرمين الأحياء يلي بالسجون نعم فلاحظ شغلات حسب منطقه أنه غريبة يعني مثلاً لقى في بروز بالنسبة للجبهة كانت ضيقة ضيقة من الأمام وفي مؤخرة في فراغ بمؤخرة الجمجمة نعم وانتبه وقت كان بالجيش كمان على جنود إيطاليين كانوا غير منضبطين فلاحظ نفس الصفات عليهم ولاحظ كمان أثار وشوم المخلة بالحياة كما سمها نعم فاعتمد المنهج التجريبي أنه أساس تصنيف المجرمين نعم، يعني فينا نقول أنه لومبروزو هو اللي توسع بالنظريات وكان عنده نظرية المجرم من حيث الشكل من حيث الاعتياد ومن حيث العاطفة نحن سنفصلون نعم 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 محبط وغالباً أنه ما بينتهي الأمر بالانتحار يعني مثل ما حكيت يعني فرح هلأ نحنا عم نحكي عن شغلات هلأ يمكن المشاهدين يقولوا شو هذا من الصبح لأ هو نظرية وموجودة ولكن يعني نازم نحنا نوضح طبيعة الإجرام لأنه كل حدا فينا عنده جانب الشر موجود أكيد عنا جانب الخير والشر أكيد أكيد سالي نحن نتمنى دائماً أنه الخير يطغى على الشر ما نقع بهي الجرائم أبداً يعني هي النظرية أنه فيه أشخاص بتولد معهم الجريمة هذا الشي نحنا سمعنا يمكن حسب لهم روزو تماماً رغم عدم مثلاً دراسة أغلبنا للحقوق أو لهذا العلم بس نحنا أكيد نحنا كمان بنعرف بجانب آخر أنه الإنسان بيولد خير والمجتمع هو بيسقله شخصيته بيوجه اتجاهاته بشكل المسلبي أو حتى إيجابي يمكن هذا الشي بعقس هاي النظرية فكيف تم ضحدي ممكن هاي النظريات المدرسة اللي اللي كان ردة هو الرد الصحيح على نظرية لومبروزو رداً على الصفات الفيزيولوجية يعني أنا شو زنبي مثلاً إذا أنا أولدت تماماً أفطس أو صحيح أو مسائلي صفات كم الانتقادات مثل اللي وصفها إجت المدرسة الوضعية الإيطالية عملت دراسات أنا أكثر أشخاص نفسي اللي وصفهم لومبروزو الصفات التكوينية تبعاً لقيت كثير ناس من هدول اللي بيحملوا نفس الصفات اللي اعتبرهم لومبروزو مجرمين بالميلاد بالعكس من محبي قانون ومن ملتزيم القانون ومن كبار الفقهاء والمفكرين فتم ضحض هاي النظرية وعملوا دراسة أخرى شافوا أنه السبب اللي ممكن الواحد يكون مجرم فيه أنه عوامل خارجية ما لا عوامل موروسة وعوامل أساسية بالإنسان مثل ما اتفضلت الأنسة أنه فعلاً إنسان يولد خير خير بطبعه والمساعدة بعدين تطغى عليه عوامل أخرى بتخليه شز عن المألوف ممكن يرتكب جريمة أو يكون سيئ السلوك أو شيء هاي المدرسة الوضعية لقيت أنه المناطق السكانية ذات الكسافة العالية مثل المدن الكبيرة هي بزيد فيها انتشار الجريمة أكتر من المدن ذات الكسافة السكانية القليلة كونه تنتشر فيها البطالة بانتشاف فيها الفقر نعم أنه مما يحظو بالناس طبعاً لأنتشار الفقر إلى الخروج عن المألوف وارتكاب الجريمة بغي تكسب مورد العيش نعم يعني عدة نظريات يمكن يمكن أجل المدرسة الوضعية الإيطالية لتنفي شغلات ممكن حكاها لومبروزو في مجرم بالصدفة يمكن المجرم بالصدفة هو أيضاً يمكن نقضت هي المجرم بالميلاد المدرسة الوضعية الإيطالية والمجرم بالميلاد تماماً ولكن يمكن لا قالت أي ولا قالت لا عن باقي الأمور اللي حكي عنها بس خلينا نأخذ يعني لقطة صغيرة هيك هي ليش تقدت المجرم بالميلاد كونه فعلاً يعني من واقعية أنه من الخطأ أنه نحكم على الشخص من خلال شكله المجرم بالصدفة هو تصنيف عملي فعلاً مجرم بالصدفة ممكن إنسان عادي سوي المجرم بالصدفة أو شي نأخذ لمحة عنه هو عامل الجريمة بالنسبة إليه حادث طارق يعني ما ما بيفكر فيه أبداً بس منرجع من قول نتيجة الظرف خارجي مثلاً نأخذ مثال مثل عادات الثقر قديماً أو عادات رد الاعتبار أو جرائم الشراب هاي منعتبره أنه حالة طارقة ممكن ونسمي الشخص مجرم بالصدفة نعم بس غالباً بعد ما يرتكب جريمته المجرم بالصدفة ما بيعود ارتكابه مرة أخرى نعم طيب كمان اليوم إذا بدنا نصنف المجتمعات بين المجتمعات الأكثر نسبة بالجرائم والمجتمعات اللي ممكن تكون أقل ومستعلمة أكتر وأشخاص متعاونين أكتر كيف ممكن نحن نصنفها وكيف نحن نحد فينا نحد من ظاهرة الإجرام تمام بداية إنه إذا نلاحظ كيف أريد أن أعرض على الموضوع قبل لكي نوصل له هذه النقطة لا أخبر نقطةكم كثيرا دعا تفضل وقتك شكرا بالنسبة لموضوع كيف الحد منها الظاهرة أولا نلاقي إذا تلاحظت غالبيت الدول النامية أو دول العالم الثالث هي دول يكون مستوى التعليم فيها متدني كثير من دول العالم الثالث نعم أنه يؤدي هالشيء لضعف الوعي الاجتماعي الونية الاجتماعية واللبنة الأولى فيها هي الأسرة يعني ما في وعي تلاقي هالشيء هذا بسهم ولو بشكل غير مباشر بانتشار ظاهرة الجريمة يعني مثل المراهقين عدم احتواء بشكل صحيح اتداء من الأسرة أو المؤسسة التعليمية طبعا إضافة للفقر والاقتصاد كمان هذا العامل كثير كبير طبعا عوامل عوامل فينا يعني ما فيك لازم تشبكيها ببعضها حتى توصل إلى نتيجة وتلاقي حلها للقصة العامل الاقتصادي كمان عامل مهم الدول دائما ذات الاقتصادات المتدنية والدخول المتدنية اللي فيها فقر كثير فعلا بتلاقي فيها نسبة الجريمة كثيرة نتيجة انه امتهان السلب مثلا قطع الطرقات النشل نصب تلاقيها منتشرة بالدول الفقيرة وهي احد اسباب الجريمة نعم وردنا على السؤال انه كيف فينا نحد منها فينا كمان نفس اسباب المشكلة انه نزيد مستوى التعليم بنعتمد على مناهج الحديثة اللي بتعلم الشخص من صغر لحتى ينمو يصير انسان بالغ راشد صحيح وما مننسى انه كمان الحكومات الى دور كبير طبعا من خلال مثلا قانون ضرائب مثلا اقتطاع الضرائب مثلا من الأشخاء من الدخول المرتفعة وتوزيع على الدخول المنخفضة بما يحقق العدالة الاقتصادية الاجتماعية يمكن ايضا منشوف دائما بيكون حسب وهذا دليل انه كل فترة بيصير يعني بيمنح وما هي مكرومة طبعا بتكون اللي هي الغاء الضرائب الغاء واعفاءات كثير مثل ما حكيت دائما الوضع الاقتصادي لازم نربطه بالعامل النفسي لانه مثل ما بيقول الانسان بس يجوع او مثلا بس يحس بعوذ او فقر ممكن يلجأ للجريمة عم نشوف هلا انه كثير بيرجؤوا لجريمة من خلال الوضع الاقتصادي المتدني ببولدان اخرى وليس عم نحكي نحن عنا هي موجودة بالعالم بالعالم بشكل العام طبعا ويعني مثل ما حكينا انه الوضع الاقتصادي لازم نربطه نحن بأحد عوامل جريمة حتى ننجا بس كمان الوضع الاقتصادي بشكل عام هو الأساسي أكيد بتلاقي مثل الولايات المتحدة نسبة الجريمة عالية جدا كمان نفس الموضوع بتلاحظي بالأحياء الفقيرة نعم أو أماكن الفقيرة منتشر بشكل كبير بينما بالمدن الغنية بتقل مستوى الجريمة نعم يعني فرح مثل ما حكي يمكن دائما نحن منشوف انه تكتر الجريمة منسأل ليش تكتر الجريمة لانه فيه فقر يعني صغير عنا فقر وبكل الولدان فيها هذا الشي فيمكن بحسب النظريات الحقوقية والقانونية يمكن وبحسب التعديلات حول القانون صار فيه كتير شغلات ممكن انه تحد من عامل صحيح تحد هيدا المصطلح عامل الجريمة صحيح يعني مثل ما حكينا نظريات عديدة بالأمور القانونية يمكن مع التطور ومع اللي عم نعيش وصار فيه تعديلات كتير كبيرة مثل ما حكينا حتى عن قانون الشرف في الأون الأخيرة تم تعديل المادة تبع قانون الشرف واستبدال بمادة أخرى تنص على العقاب ما بتع فيه تمام نحكي بس النقطة بالنسبة لقانون تعديل تعديل قانون الجرائم الشرف سابقا كان يعفع من العقاب مما أدى بالناس أنه ممكن تحتفو سما الشرف يرفيك بجريمته وما في خوف من العقاب أنه أنا راح أطلع بعد يوم يومين خلص بينما سنها القانون أو تعديل وطبعا تعديل رائع جدا أنه غير بمأمم العقاب نعم بدنا نتشكر كتير على كل المعلومات التي قدمت لنا يا هوم بهذه الطريقة السلسة يمكن القريبة من أذهان كل الناس نتمنى دائما القانون يقدر ينصف الأشخاص مو بس نحن من شكلهم سعلي صحيح صحيح مثل ما قلت يا فرح يمكن أن نحن لو ما موجودين بقانون أو عم نمشي بقانون لكان شوي أكيد كان الوضع صعب شكرا لك كان بالكونترول عم تقلنا أننا ما عنا نحن كمية الجريمة يمكن المتواجدة بالعالم بشكل بمنأة بمنأة عنا أبدا أكيد نحن مواننا مصنفين من العالم المجمع نتكر وجودك معنا شكرا شكرا